سبع أحاديث ضعيفة في فضل بر الوالدين بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجع في فيديو جديد أول حاجة ما بر أباه من حد إليه الطرف ده من كلام السلف أو بعض السلف اللي تتبرق لأبوك ده مش من البر بس ده مش من كلام النبي احنا عايزين نميز اللي قاله النبي من اللي ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام عندنا علم كده وتمييز اتنين الجنة تحت أقدام الأمهات حديث مشهور أو يخدناه في المدارس تقريبا أو بعضين أخدوا في المدارس حديث ضعيف لكن في حديث تقريبا نفس المعنى بالزبط وهو إلزم رجليها يعني أمك فإن الجنة ثمة يعني هناك تقول لي فرق أو فرق النبي ما قالش ده لكن قال إلزم رجليها فإن الجنة ثمة ثلاثة الحديث المشهور أوي إذا ماتت الأم ناد مناد قد ماتت التي نكرمك من أجلها فعمل عمل أن نكرمك من أجله حديث ضعيف أربع النظر إلى وجه الوالدين عبادة حديث ضعيف خمسة عفوا تعفوا نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم حديث موضوع مجذوب ومعنى غير صحيح من الشرط اللي بيبر يبر من الشرط ستة البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديون حي لا يموت حديث ضعيف رغم نسمعه كتير في خطب الجمعة سبعة الرجل اللي سأل النبي هالباقية من بر أبوية شيء بعد موتهما قال له أيها اللي انت تستغفر لهما والصلاة عليهما وانفتع أهدهما هذا حديث ضعيف ممكن بقى عادي عندنا الرضا الرب في الرضا الوالدين حديث صحيح أمك ثم أمك ثم حديث صحيح يعني إحنا مش عايزين الأحديث الضعيفة عايزين فقط الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعم الفيديو بشير ولا يكون من شرق في القناة شوفكم مرة جاية والسلام عليكم